نعم لاحظنا من خلال حديثك أن الإمارات تعاملت بشكل جيد وأيضاً يعني أيضاً تبوأ دولة الإمارات المركز الأول عالمياً في الاستجابة لكوفيد ويعني كان تعامل دولة الإمارات مع هذه الجائحة تعامل مثالي خرجنا ولله الحمد بعافية وسلام من هذه الجائحة التي يعني كان تأثيرها أكبر على دول كثيرة في العالم الآن نشهد مرحلة ما بعد الجائحة وعودة مثل هذه الأحداث اليوم وتواجدكم هنا مع العالم أيضاً دليل ومؤشر على أن دولة الإمارات بدأت أو يعني مستمرة في مسيرة التعافي كيف تنظرون لعالم ما بعد الجائحة هنا في دولة الإمارات وأيضاً في العالم وأتحدث هنا من منظور تقديم الرعاية الصحية ماذا تعلمتم من الجائحة وكيف من الممكن أن نستعد لجوائح أخرى لا سبح الله علمتنا الجائحة أن نكون يقضينا أكثر وأن نكون السبقيين أن لن نفظر وقوع الجائحة حتى في قمة هذه الجائحة كما كان من عقد العديد من الاجتماعات والقمم وأيضاً بطولة الكريكت في دولة الإمارات وهذا دليل على استباقية الحكومة واستشرافها للمستقبل وتعاملها المثالي مع هذه الجائحة لم نشهد على انقطاع لأي من الأدوية الضرورية بل كان كل شيء متوفر وكان بوسع الجميع الوصول إلى الرعاية الصحية والمواد الغذائية حتى في خضم الجائحة فعندما ننظر إلى هذه الأولويات لم نكن نتحدث قبل ذلك عن الأمراض المعضية ولكن الآن أصبح هذا البند على جدو الأعمال وكيف بوسعينا الحيلولة دون حصول وتفشي الجائحة تغير الكثير في عالم من بعد الكوفيد تقبلنا التكنولوجيات الجديدة والإجراءات الجديدة التي لم تكن مريحة لقطاع رعاية الصحية إنجاز التعبير إذن نحن مستعدون للتغييرات الكبيرة في القطاع وبتعاون مع الحكومات بوسع هذا التغيير أن يحصل في القطاع الصحي ترجمة نانسي قنقر